السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم في تسجيل الكورس سيلكتر طبيكتو سيمستر تن. اللي يكون متعلق ان شاء الله بين نيوترينز in Polymer Application. الي هي هي المستحدثات يعني في استخدام و تطبيقات Unternehmen. يمكن نبده بانو لو في مستحدثات أو you know ventilation areas مفروض تكون يعني في واحد من ثلاثة يعني ها اما في في الماتيريال النفسة يحصل فيها الانوفيشنز في انوفيشنز كثيرة تمت في الماتيريال او في طرق التصنيع التصنيع مختلفة او في المنتجات البرودكتس في هذه الثلاثة ايريال المتوقع ان يكون فيها تحديثات مستمرة على طول مع تطور الوسائل وتطور العلم وتطور الحاجات يعني بتاعت الناس احتويات الكورس اذا ان شاء الله هتكون مدعلقة بالأول حتى نتكلم عن polymers and plastics بالنظرة عامة بعدها نتكلم عن the uses and applications بعدها نركز على neutrons شنون الاشياء المستحدثة في مجال والاستخدامات الزكية للمواد مواد الزكية نفسها ثم نختم بحاجة مهمة جداً جداً النيوترينتز في استخدامة البوليمر في مجالات النانو تكنولوجيا هنبدأ بالpart 1 اللي هو polymers and plastics وهنا هنمشي بسياحة سريعة يعني ما هنتوقف كتير يعني نعروف ان plastic is not a single material plastic family is composed of a great variety of materials designed to meet very different needs of thousands of end products يعني حاجة كلمة plastic ما مقرونا بمادة بعينة يعني يعني ما تقول polyiseline دمه single material دمه a lot of يعني materials كلها عند عائلة واحدة اسمها الـ polyiseline دمه انتوا عارفين الـ polyiseline عنده مختلف في الكسافات مختلف في الـ orientation مختلف في حياة كتيرة جداً الـ product evolved so do plastic materials so many them are still to come يعني ينتج منتج واحد بعد عشارات المنتجات تطور منه هو نفسه فالـ polyiseline والـ polypropylene دمه العروفات اللي يمكن الماجر يعني famous plastic components اللي هي الـ polyiseline والـ polypropylene بي بي سي بي اس تيرين البت الـ expanded polystyrene والـ UPS ده كلهم يعني يدخلوا في مجال الحياة كلها مصنف برضو البلاستيك اللي سيرمو بلاستيك وسيرمو ست السيرمو بلاستيك في مجموعة من المواد زي ما عارفين وسيرمو ستس فيها مجموعة من المواد المختلفة اللي بتدخل في حياتنا فهذه نظرة عامة للبلاستيك انتاج البلاستيك will known and distributed over the world يعني الآن ينظر للخرطة دي يشوف الانتاج العالمي الـ production التاج العالمي للمواد البلاستيكية يعني اصبح يطق على كل المواد يمكن اكبر المنتجين للمواد البلاستيكية الآن يعني china the largest product producer of plastic material تشوف هنا china زي 27% من الانتاج العالمي يعني معها اوروبا وامريكا بشكل عام هم يمثلوا المرتبة الثانية بـ 18.5% تجيب عدم اسيا او الجزء الجنوبي من اسيا 16.5% بعد ذاك تلاحظ الباقي بسيط يعني اليابان منطقة شمال اوروبا اوروبا اللي بسموها الشرقية وافريغيا شمال افريغيا ميديليست وحتى افريغيا امريكا اللاتينية يعني نسب قليلة يعني وصل الانتاج في حوالي يعني من 2015 لـ 269 مليون طن ده له الانتاج العالمي من البلاستيك ميثيريالز في 2015 وطبعا حد الان حد الان حد الان عمرها تسعة سنين الان هذا بكون احصائية المديمة المتيريال والتكنوليالي فايندينج يعني الاندستري وانس تو انهانس السام ماتيريال اتريبيوتز زي فاليو تو دي يعني فيه ترنس عالي جدا للتحسين المواد والتكنوليالي اللي يستطب مع المواد يعني فالشارت ده وورينا مثلا في الاستركشورال كيبابيليتز يعتبد حوالي تزع طير في المية على المواد ويمكن تحسينها المزيد يعني يمكن يجرى التحسين الى اربعة طير في المية من استخدام المواد التي تدخل في الاستركشورال من حيث الديورابيليتي ريلايون خمسطاير في المية من المواد ويمكن تحسينها سيرمال ريزيستنس خاصية المغاومة الحرارية يعتبد على 11 في المية من المواد يعني المادة تدديك تعتمد علىها بنسبة 11 في المية ويمكن تحسينها يعني فيه فرص للتحسين الان في كل الاستخدامات المختفة في السيلينج الابيرانس البرير كيبابيليتيز اللي هي مسألة تستحضم كبرير لو وير فونكشنز تلاحظ كل ما نزلنا يعني دي من احسر التطبيقات اللي هي استركشورال كيبابيليتيز وانت ماشي نازل الانتصل الى الفلكسابيليتي اللي هي اربعة في المية فواضح انه عالم الماتيريال لسه خاص فيه فرص للتحسين والتطوير كبيرة جدا البريرانس البريرانس باعتماد التكنولي يعني عندك البريرانس ممكن الان سبعة وخمسين في المية من البريرانس عندها قابلة لاني احصل لها امبروفمنت في الميكانيكا البروبارتز بتاع ممكن ميكانيكا البروبارتز من الاشياء المهمة جدا لكل البلاستيكوتيريو هذا الريسايكل تكنوليي ما زال عندنا فرصة نصل الانواربعين في المية من المتيريالز والتكنولوجيا غابل للتحسين بروسسين انهانسمنت وامبروف فرص بتاع خمسة وثلاثين في المية نحسن فيها ملتي ماتيريال تكنولوجيز اللي هي كومبزات صغيرة برضو عندنا فرص تكنولوجي جديد لتشكيل المواد البلاستيكية زي ما عارفين وده هنركز عليه نحن في النهاية ونتكلم عنه كميثوت من الميثوتس المهمة تكنولوجيا حوال 26% من المواد من المواد فرص تتحسين فيها يعني احنا الإحصاءات سريعة عادي بنقول فيها عشان نوري انه في فرص لانه يكون عندها اهمية وتتحسن خواصها يحصل لها وده النيوترينس ده النيوترينس ده النيوترينس او ده المستحدثات في عالم المثالي لو جيدت كل واحد ترينس في البوليمر اول حاجة من الاشياء المهمة جدا الطوب بايو بوليمر ترينس في 2022 يعني دي مجموعة من المواد اللي حصل لها تطويرها كبايو بوليمر بايو بوليمر يعني يعني بايولوجيكالي يعني فريندلي يمكن بيقت عندها طبيعة بايولوجية وبالتالي بيقت ممكن ان احنا مشكلتنا مع المواد البلاستيكية والبوليمر كلها انها هي غير حميدة بايولوجيا يعني ما بتتكسر بالبايولوجيكال افكت الطبيعي يعني زي مواد اخرى بتتحلل يعني فالا تفكر الناس في انه يصنعوا المواد البلاستيكية بايولوجيكال راح تتكون هي غابة للتحلل البايولوجي وبالتالي في عام اتنين وعشرين في كتيرة كتيرة يعني تمت لمواد مختلفة منها منها البروتين بايو بوليمرز السليولوز بايو بوليمرز الستارش البولي بولي لاكتك اسيتس البلا الآن ممكن تغريبا معظم المواد المواد التستخدم في البلا الشيء تسان في البلا بايو بوليمرز اللي هي تعتمد على بعض الوركبات النباتية البولي هيدروكسي هيدروكسي كانتون بايو بيت بي اي تي معمول بيولوجيكل والالجينيت بايو بوليمرز يعني الاسماء هذي يمكن بالنسبة لنا ما تعني شيء لكن هي عالم جديد من الموقبات البلاستيكية او البوليمرز البلاستيكية اللي تدخل في صناعات كثيرة جدا الآن ومصنعها شركات زي ما شايفين شركاتها واستخداماتها وعلاماتها التجارية الآن اصبحت تضيح يعني المواد التقليدية من الاسواق وتحل محلها البت مثلا ناخد البت كمثال بايو مونو اسلين غليكول بيت البيتي اي يعني تغريبا حوالي في في 2 steps تصنيع مواد بايو بايو يعني عندنا ممكن تصنيع مواد بايو يعني بتيريال وتكون تحل المحل لانه زي ما عارفين الزجاجيات دي او القوارير دي عالم مزعي جدا جدا من النفايات يعني لانه سهلة التخلص منها يعني بمعنى انه هي عمرها قصير جدا تتصنع ويتبزل فيها مجهود وتدعبها تصل الدكان الشي لزول يفضيها في الدكان ذاته ويجدعها يعني زينا بتعاملين كبير من النفايات يعني دي دورة حياة يعني من الزجاجة نستخدم 30% بايو بايو ماتيريال المسال دي كوميرشيال الان متعرف عليها بيجيب بيجاب اويل يتحول برازيالين حوالي 30% من الزجاجة يعني زي يصنع لنا بايو بايو ويجيبوا شقر كين شقر كين اللي هو أصوى السكر يطلع منه الإسانول يطلع منه إسيلين بعد ذلك يطلع منه إسيلين غليكول إسيلين غليكول إسيلين غليكول حوالي 30% يعني هذا الصائد الممكن يكون غرين يعني ماتيريال ويدينا بايو ماتيريال طبعا الترفسيلك أسيد مع الإسيلين غليكول يطلع الزجاجة وبعد ذلك يمكن يحصل للريسايكلي يعني يعني هنا تغريبا 30% بلانت بوطل يعني جاي من حاجات طبيعية ومن حاجات بيولوجية في برامج بتاعة تشغالة في أنه يصل تصل النسبة لـ 70% يكون الماتيريال الترفسيلك أسيد يقدروا يحصلوه فتصبح هنا إذا أضيفنا 70% من الترفسيلك أسيد يكون هنا كان فقط 30% اللي هي بطيئة بيجيب لنا المسائل المسائل سيلينغ ليكول وده كان من أقصادره المعروفة من الزيت يعني من البترول الآن يتحول اللي حاجة بسموه اللي هو الحاجة الحاملة للمادة وتتحلل عشان تدينا الترفسيلك أسيد يضمسي 70% من البيت وبعد ذلك البيوماس يتحول إلى بريكيرسر بريكيرسر نطلع من المسائل سيلينغ ليكول 30% أصبح عشان كده بيجان كله كله 100% بايولوجيكال وبعد ذلك نمشنا نعمل وطلعنا قارورة تكون كمبليت بايولوجيكال 100% بطل وممكن بعد ذلك يحصل لها دور ريك إنه الناس يعني شغالة في الريسيرش والديولوبمنت ودين نيوترينس عشان تطلع المنتيات بديلة المنتيات العاملينة مشاكلة الآن يعني من ضمنها يعني صعوبة الريسايكل بتاع البيت صعوبة التحلل بتاعه التخلص بتاعه آمن في الطبيعي الاخرين البايودرايفد feedstocks and polymers عندنا agricultural feedstocks هذه polysaccharides والفات والبروتين اللي بتطلع منا أشياء كثيرة مدعلى والشوغر والبليستار والبقاس وود and others proteins والجم يعني الفات الانيمال فات والكاسين والجيلتين دي كلها يعني في النهاية بتدينا oils grycerol يعني vegetable وانيمال oil grycerol دي من vegetable vegetable source اللي هو المصدر النباتي من الانيمال كل دي ممكن تدينا يعني تساعد فينه نصنع bio derived polymers اللي هي polyمرات يعني مخلغة ومصنعة من الوصول البيولوجية عندنا microbial origin بتصنع من polyhydroxy الكانونات اللي هي البياتش دي اللي كل عملنه النوعين البياتش اي والبياتش بي في البيوتكنولوجيكال origin المصنع تكنولوجيكالي زي البيال اي نايلوم حداشر والبليسينين السريرموت بلاستيكس ستارش الاكليслиكس مصادر يمكن أن نطلع منها العديد من يعني هنا الستارش والشوغرز بتستخدم الباكاس بيستخدم الويل الجريسيرون بيستخدم ذلك البي اتش اي بي البي ال اي الستارش بلينز البي بي اس والبي بي تي دي كلها البي تي تي كلها مصادر يمكن تستخلص منها النيو بايو بوليورز. الحقيقة يعني لو بجينا نتكلم عن اهمية الاستخدام المواد لاغراض مختلفة يعني الفنكشنال البوليورز هي بتستخدم ميالات عديدة فنكشنال البوليورز يعني البوليورز ذات القرض والهدف المحدد الدعمة لاستخدام محدد فنكشنال البوليورز في مجال الزراعة فنكشنال البوليورز يدخل في اشياء كثيرة يدخل في الفوتو سنسيس يساعد في مساعدة التمسيل الغذائي يساعد في البايو جينيسيس العمليات البايولوجية يساعد في السويل كونديجينر يعني يساعد في ترطيب التربة يساعد في سيوبر ابزوربونت ممكن نستخدمك حاجة يساعد على الانتصاص يساعد في يساعد في اطلاق الاغذية والاشياء العدنية الموجودة في التربة يعني الفنكشنال البوليورز موجودة في سيكتر على هذا الاساس يعني الرحلة بتاعت المواد يعني بالنسبة لنا المواد النبات يعني يحتاج للماء وللسانوكسيد الكاربون عشان وللشمس عشان يطلع لينا نبتة النبتة دي ممكن بعد ما نستخدم مثلا منها السمرة الباقي ده يحصل لدي سبوزابول سبوزابول الفوت الفوت ده ممكن يحصل لها هيدروليسيز ونطلع منه نستخدم طاقة ونستخدم اكسجين وموية وكده نطلع منه يعني كاربون سورسز بعد دك نعمل له فرمنتاشن فرمنتاشن ده يوصلنا لي حاجة نسميها لاكتك اسيد نطلع منه لاكتك اسيد نعمل يتحول لي بي ال اي بولي لاكتك اسيد والبولي لاكتك اسيد نعمل في شكل بروتكت يطلع منه بروتكتس معينة لما ينتهي هميته يحصل لها ديجراديشن ديجراديشن زمان كله متكلم عنه البلاستيك اللي يعمل له سايكلينج او يحصل لك ده لكن الان يحصل لديجراديشن طالما يحصل لديجراديشن هو يتحول لبعض المنتجات الاغذية لانه مادة بيولوجية يمكن ان تتغذبه اكيد طالما هو مادة بيولوجية يمكن ان تتغذبه التربة طبعا وتنتج لنا اغذية تاني مجددا للنبات على مزيدا من السمرة ثم تستمر الدورة كما هي يعني الان اصبح السايكل بتاع البيال ايه في الطبيعة اصبح شي يعني مغري جدا لاستخدام البيولوجيكال متيريالس لانه في النهاية هي تنتج من اصول طبيعية وبايولوجية ويمكن استفادة منها لتصنيع مركبات على شكل بوليمرز زي البيال ايه كنموزج وهذا البوليمرز بعده يمكن يحصل لها تشكيل او تصنيع في شكل مواد بعد ذلك يتم تخلص منها عند نهاية استخدامها اه فوركزامبل الريجد باكيجينج البيال ايه بوطلس ممكن تدخل في الكلوز شر ده ممكن تدخل في البوطل نفسه تدخل في الانية بتحفز الطعام وهي طبعا عنها كمان بايولوجيكال ما فيها اي مخاوف على انها تلوث الطعام المبردات زي اللحوم وغيره والاشياء الاخرى الصعبون اللبن الماء العصائر الى اخرها الجلوبل او تلوك فور بايوبلاستيكال توتل ماركت الان السوق العالم في عام الفين وعشرين بيعتمد على انه جرين بي اي تي توتل اه وصلت لاربعة مليون طن بريير يعني البيوبلاستيك ديماند ويليتش خمستاشر مليون طن في نهاية عشرين عشرين يعني مفردكم بعشرين عشرين اه وصل خمستاشر مليون اه منها اوف ويتش جرين بي اي تي والتوتل اربعة مليون يعني لما لما في عشرين عشرين التوتل بايوبلاستيك او الجلوبل توتل بايوبلاستيك اه يصل خمستاشر مليون مفردكم وصلوا اذا عداء طبعا مفردكم منها البت بمثل حوالي اه 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 قريبة الخمس يعني قريبة العشرين في المية يعني خمس تلت سوري قريبة تلت اربعة لخمستاشر هي حاجة قريبة الربع كمان يعني قريبة الربع اربعة مليون طن ففي في عشرين عشرين اه بايوبلاستيك ديماند المطلوب في البيوبلاستيك اه الغليبية العظمة بوليولفينز الفينز اللي هي موادل زي البوليسيلين والبولي بروبيلين والآخره ده النصيب الاكبر يليها البت يليها الـ ETPS ويليها اخريات البت will approach 10% global package demand يعني حيحصل الـ 20% البوليولفينز will be the largest segment but will only represent 30% of the global بيولوجيكال بيولوجيكال ديماند اللي هي الـ package demand البولي الخليج والصفية زي 3 في مية لكن البت حواليه عشرة في المية في بقى في حاجة كبيرة اصبحت الان من يعني من خمسة سنين الاخيرة لانتاج مواد تعد تعبئة من الـ packaging من الـ biodegradable materials البحث الشنو طيب للـ polymers يعني المطلوب شنو يحصل للـ polymers الـ polymers عشان يحصل فيها تطور او يحدث فيها تطور واضح الذي يكون عندنا بعض التطورات فيه مجالات معينة اولا اما عندنا new applications للـ polymers يعني دائما الـ new applications ده الـ new trends بتاقي في الـ area دي او نتكلم عن new product نفس الـ polymers اللي يعمل لنا product جديدة او نتكلم عن الـ inter-polymer competition المنافسة بين الـ polymers في ما بينها في الخواص وطبعا في الـ 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 الاداء او كدا اهー اهه replacement of metal and glass واحد من الـ innovations أولة بـ areas إن شاءال في عن الناس الان�� slaughter الـ steel structure الان بغاء اهه to be replaced by polymers structures الغاز بغاء او بغاء تلك الـ iki يؤràد بأي by transparent polymer materials او ده في المجالة new applications في مجالة نيو تكنولوجيز يجينا تكنولوجيا جديدة للتصنيع أو التشكيل أو غيره يعني في حيات زي أظرف فيد ستوكس في نيو تكنولوجيز يكون عندنا طريقة بتاعة استرجاع للنواعات اللي نسميها الفيد ستوك بطريقة مغايرة البايو بيزد استخدام البايو بيزد شيفت برودكشن سايتس اللي هو يكون عندنا في الحيات المستخدسة يكون عندنا طريقة تشيفت البرودكشن سايتس من آرية لآرية بدل ما يكون الصناعة متركزة في حتى واحدة يكون التكنولوجيز يساعدنا على أننا نحن نصنع في موقع المواد يعني نعمل شيفت للسايتس تبقى يعني زي كأنها آآ متنقلة أو متجولة يمكن أن تسهب مكاني وكان طبعا بالضرورة لا بد أن يكون يعني في فاسيليتيز تساعد في الحياة دي ولا بد أن يكون في نوع من أنواع المعدات القابلة اللي إنها موفابول يعني غابل إنها تتحرك بسهولة والخدمات المتابعة لها زالت تتحرك معها بسهولة يعني آآ يعني من الأشياء المهمة جدا الآن إحنا آآ بالنسبة لنا البلاستيك التراتيشن البلاستيك ما كان قادر يكفي للسايكل بتاعته لأي لأنه كنا نجيب آآ بترول آآ نشيل منه مواد كيميائية نحويل إليه بوليمرز نصنيعه في شكل المنتجات نجتعه بعدك بتكون بتظل مجدوة لأنها ما بتتحلل بتظل قاعدك بحالتها دي فترات طويلة جدا 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 شوية 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 بدنا نتكلم عن نعمل آآ ميكانيكال ريسيك شوية شوية بدنا نفكر في إنه كيف نكفي للسايكل يعني لأنه أصلا كان كنا بنبدأ بفيد ستوك آآ فوزيل آآ بايو ماس دي الآن اللي نعتمد عليه تمشي لبوليمر كروديوسر تمشي لكومباوندر الزورة البصنع كومبيرتر اللي هو بيحويل لنا منتجات بعد ذلك بتدخل في يعني اللي هو حط الديزاين وكده والأو اي ام والديستيبوشن ريتيل لحد الصيد اليمن ده كله في طار تصنيع منتج ويجي الموزع كوزع وبعد اكتقل باليوزر يستحلك وترجع الى كانت ترجع الى حسنات خلاص ما ترجع علينا تاني تمشي في التياح ما تعود. لكن جزء يصير مننا كان يحصل له collection sorting. ويحصل له بعد collection sorting في اصبح جزء مننا يحصل له energy recovery او dispose. جزء مننا يحصل له recycling. لو قدرنا recycling كان عندنا mechanical the traditional لكن مؤخرا زي دخل معنا chemical recycling. وبالتالي احنا بنقدر نكفل ونرجع تاني مواد كيميائية زي او زي الجاية من نقدر نخليها تخش على التصنيع من جديد ويتم انتاج منتجات ويتم تدويرها مرة اخرى يعني. يا دوبك بعد ما قدرنا نرجع من المواد البلاستيكية المواد. بالchemical recycling او حتى اي من بالmechanical recycling. نرجع منها raw materials حتى نقدرنا نكفل السايكل. لكن قبلها كان من اليوزر تمشي طوالي شوي شوي بدينا نحرك المسالة انه نجمع النفايات ونعملها sorting. وجزء مننا كان بيتحرق يعني يدخل في الانيرجي ريكافر دي او دفنة يعني او كزا. لكن اصبحنا بعد الريسايكلينج سواء كان كيميكال او ميكانيكال او غيره نقدر تري تري كلوز السايكل. السايكل بيقت العان مقلق. او ده اشياء مستحدثة. البايو بيست فيد ستوكس اللي هو يعني استرجاع الاشياء النباتية دي اللي هي البييولوجيكال او بيزت زي يعني النباتات عموما يعني مصادر النباتية عموما للكل كالشرا الفيد ستوكس بتتحول تدخل كيميكال اندستري تتحول البلاستيك يعني اندستري تطلع منها مواد بلاستيكية تبقى بايو بلاستيك كونسيومر بروتكس تتحول للمنتجات آآ بيولوجية وبعد ذلك دي طبعا يمكن التخلص منها آآ او اعادة استخدامة مربط اخرى زي ما شوفنا البساكل ممكن تقافي الفرصة المتاحة من خلال استخدام البايو بيزت آآ يعني ماتيريال في صناعة البلاستيك اندستري هي potential local availability في وجود كتير لـ agricultural resources آآ يعني النباتات البعد ما تحصد السمار القمح بعد ما شير منه السمار العيدان دي بتبقوا عند اي قيمة لكنها biological resource للإستاش ولا غيره آآ الأشجار يعني الزرة القطن في كتير جدا من المنتجات الزراعية بعد ما تحصد منها السمار بتصبح عندها ويست كتير جدا جدا بيعتبر agricultural resources feed stock resources يمكن استفادة منها فالpotential local availability يعني التواجد المكسيف لهذه المواد الديمومة sustainability renewable feed stock short cycle oxygen dioxide يعني اول حاجة عندنا sustainability عندنا ديمومة لي لانا renewable feed stock renewable يعني تستطيع ان تاخد منها هالشي لذاته تعيد استخدامه وترجع لك ثاني في شكل مركبة بعد بنطلع عندنا فرصة نطلع new polymers and new applications التي حلينا في demand rather low because of price effect يعني من الفرص بيكون ال price بتاعتنا بتكون مخفضة لانه ال raw material بتاعتنا يعني تقارن انك تمشي تتجمع مخلفات زراعية مقارنة مع عشان تستحنبك source لانتاج البوليمر مقارنة مع تبشي شيل بترول عشان تنتج منه البوليمر يعني هنا price effect في low price effect يعني البايو بيست يعني طبعا لا يساوي البايو ديغريدابل ولا يساوي البايو بيست يعني ده ما ما معناه ان انت البايو بيست معناه لازم طوالي تعمليه تحلل وتتخلص منه ولا تحرقه يعني زي ما يعني احنا زمان بنتخلص بعيما نتفن او نحرك البايو بيست برضو ممكن يعاد استخدامه ولا القصد من الجملة دي انه برضو ممكن يعاد استخدامه فمثلا التطبيقات اللي احنا شايفينه عندنا دي الان يعني هي عبارة عن تطبيقات بالمعنى بتاعه انه ممكن يعاد استخدام البايو بيست بشكلها كمنتجات يعني من غير ما نمشي تاني نرجع نحرقها او نمشي نتفنها يمكن اعادة استخدامه زي او زي كل البوليمرس اللي ممكن تشيل نفس المنتج بعد ما بقى الاحصال بتشغله في اي حانة اخرى الميكانيكا الريساكل كلنا متكلم عنه كواحد من الوسائل بتاعت العيد القفل السايكل هو عبارة عن collection و sorting و عد اكسابيريشن and cleaning الtarget بتاعه to use polymers to replace partially volume polymers volume is required for good economics و other polymers are pollutants يعني القصد من الميكانيكا الريساكل انك تجمع النفايات هذه و بعداك طبعا ده شكل عشان تبدأ portable تبدأ تتحرك وتتخزن و يضعطوه في شكل بالات بعداك تجيب طبعا ما ميكانيكا الريساكل الميكانيكا الريساكل الريساكل يقبار عن sorting بعداك يحصل يحصل يعني ميكانيكا الريساكل اللي هو تصهره وتعمل لها reshaving من جديد الكامل الميكانيكا الريساكل ممكن ترجع back to oil او نافسة back to base chemicals back to sin gas كل هذه الاسئلة اجابتها yes كل هذه الاسئلة اجابتها بالضرورة yes as mechanical recycling and the polymerization are limited to well-sorted waste streams دايلين طبعا نوع معين العملية من العمل العمليات chemical recycling فيه استخدام موات كيميائية تفاعلات ويكون فيه استخدام حرارة اه لازم يكون فيه one one resin يعني under processing يعني بنقدر نجيب خليط يعني are limited to well-sorted waste stream solutions for waste stream of mixed plastic must also be research وال يعني chemical recycling اللي مجموعة من الخليط من النفايات الآن under question أو under research الـ upgrading of commodity المركبات الأساسية الـ poly carbonate pbc ps pp hdb ldb دي مركبات الأساسية في غاية الهلم يعني دي الـ بيز كل ما انت اضفت محسنات و اضفت اشيات تساعد في التطوير بنطلع تبتج اشياء اخرى يعني يعني تلقى فيه الـ high performance polymers دي الـ normal أو mid range polymers الـ commodity polymers دي الأساس دي الـ mid range تطوير شوية بالخواصة وغيره تمشي لـ high performance polymers تمشي لـ ultra polymers اللي هي دي المواد الأكثر يعني الأكثر فعالية والأكثر الجودة والأكثر قيمة يعني في في الاستخدام وفي وفي العطاء الميكانيكي والكيميائي وفي التحمل والآخره فنحنا بنلقي عندنا المنتج يبدأ يعني كل ما طلعت استخدمت خامة من منتطالع فوق الهرم كل ما كان المنتجاتك يمرد 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 يعني سيمرد يمرت المنتجات تحت تحصل لها Overgrading ديوا استخدامك لـ التهيزات تكون well يعني have well performance. عند performance عالي أو good performance. functional polymers تتكلمنا عنه قبلك في المجالات الزراعية لكن هي تطفل في حياتك extra functionalities added in polymers في كتير من الأشياء أضيفة لل polymers. في electrical conductivity شغل جديد الآن يتم electrical conductivity thermal conductivity التوصيل الحراري optical properties ذا حاجة مهمة جدا الآن في نضارات كثيرة الآن أصبحت تستخدم بدلا من الزجاج تستخدم البلاستيك والmagnetic characteristics في خاصية الجاذبية أصبحت الآن تدخل يعني هذه أشياء ما كانت معروفة معروفة أن البلاستيكية ما موصلة كهربائيا ولا حراريا ولا عندها ولا عندها خواص ضوئية ولا خواص مغناطيسية لكن الآن في functional polymers أصبحت تدخل فيها تدخل في هذه المجالات أصبحت عندنا polymers تستخدم للتوصيل الكهربائي والحراري وتستخدم في الخواص الضوئية والمغناطيسية وليس هناك أشياء في الضوئية والنظر أكثر 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 الالكترو المترجمات التي تدخل في الأشياء الكهربائية والضوئية فلاحظة الـ مختلفة الآن أصبحت تجتاح وتدخل فيها بنسبة عالية وده بفضل أن نحن طورنا الـ خلينا يكون موصل موصل كهربائي يعني هو أساساً معروف أن الـ خفض جداً نصنع الـ ويعني الحمد لله أن عندكم زولاكم معانا في القسم يعني في الدفعة الفاسعة ويدقول لها في شباب كده اشتولوا في تحويل الـ فهذه أشياء مفيدة بالحل الـ Smart Polymers this is a new terminology كلمة Smart ذاته يعني المعنى ذاته أصبح الآن عنده قيمة كبيرة جداً smart houses smart يعني الناس بدلوا يتكلموا عن أشياء كثيرة يقول لك smart phone smart ذاته نيو تيرم نيو تيرم نيو تيرم ما كانت متعارفة في عالم الـ من المواد المواد اللي يتعالج روحها بروحها يعني لو تخرمت حصل لها تترقع براها تتقفل براها لو في مشكلة في يعني الآن في self healing tears self healing tears يعني لسعتك يعني بتستخدم في سيارات زي ما وصلنا مرحلة بقنا نتكلم عن التيرلس اللي ما فيه هناك داخلي أمبو بقنا نتكلم عن بقنا نتكلم عن بقنا نتكلم عن self healing اللي هو يعني لو دقشوا حجر كده تتشارط يتصلح وهو أسنا ما ماشي يعني ما يصل له artificial muscles اللي هي العضلات الاصطناعية العضلات الاصطناعية sensors and actuators بقنا نستخدم sensors حيوية أو من polymers بدلا من sensors دي عبارة عن مركبات إلكترونية ممكن تبقى مركبات بلاستيكية تقوم بالدور في مجال دخلت بشكل كبير بزات nano filters shape changing of fibers في حصل فيها changing of the fiber shape المايكرو fluidistic devices الأشياء المتعلقة بال Viscosity modifiers يعني الآن عندنا عالم كبير جدا جدا من الاستخدامات والتطبيقات باستخدام smart polymers عندها المقدرة على أنها تديك يعني تتعامل مع الواقع اللي هي عايشة فيه وتكون بدأدي الـ function في ظروف مختلفة ظروف مختلفة يعني منها بشكل أساسي يعني الـ high strength elastomers bio-functional electro-functional photo-functional separation دي كلها المتيري اللي احنا بنصنعها بتكون عبارة عن main chain و side chain و partially crosslinked و network بالنما مع بعض في اللي هو ده بسمه liquid crystal polymers يعني يعني تحتوي على زي ما عارفينه الـ polymer عبارة عن عنده chain رئيسية بندخل فيها side chain عشان تعدي functions معينة بنعمل لها crosslinked بتتحول الـ network كلها مع بعض البعض المكونات دي تستطيع أن تخدم في مجالات مختلفة ممكن تساعد في نوجيها في أنها تستخدم لـ high strength الـ يعني تدعم strength تدينها متانة عالية تتحول لـ bio functional تتوجه في اتجاه إنها تدينها bio functional effect أو electro functional تتوجه في إنها تستخدم في اتجاه كحربي أو ضوئي photo functional أو تستخدم في شغل separation يعني لاحظة liquid crystalline polymers شيء يعني عالم جديد الآن تدينك multi functional نفس المتيريال ممكن تتوجه هنا أو هنا أو هنا أو هنا تدينك multi functional يعني dimensions وتستخدم لأراض مختلفة نحن بوضعنا main chain يكون منه side chain يكون منه وال cross linking يتب كيف network هتنتج تشكلها كيف هي اللي بتحدد إنها هنوجيها في strengths high strengths والتستخدم لنا as bio functional ولا تمشي في مجالة electro functional أو photo أو 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 العخري وعاضح جدا إنه في new trends عالي جدا جدا الآن وفي بحوث عالي جدا الآن ما شاك في اتجاه أن تشنجر البوليمرس دي في كل هذه الديعات المتفاهمة أنا يعني أفتكر دي مقدمة كويسة بدعنا بيها اكتفي بهذا القدر إن شاء الله أنا واصل المحاضرة القادمة مزيدا من التفصيل إن شاء الله